موسيقى اهلا بكم ما هي اهداف مؤتمر دول الجوار الذي انعقد في بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية وغير العربية هل هي قمة عراقية ام تكليف دولي لترتيبات جديدة هل جاء المؤتمر لترميم العملية السياسية بعدما ثارت جموع العراقيين مطالبين باسقاط نظام المحاصصة والفساد يتساءل مراقبون كيف لمؤتمر ان يغير شيئا في المعادلات الاقليمية وتدعو فيه الدول والمشاركة الى عدم تدخل بالشأن الداخلي العراقي في وقت تهيمن ايران بميليشياتها على العراق ومقدراته وهي تشارك ايضا بهذا المؤتمر ماذا سيقدم هذا المؤتمر للعراقيين بينما بيانه الختامي لم يشر حتى الى قرارات تهم مصير الشعب العراقي فعليا وازماته المستمرة وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق المؤتمر انه لقاء يهدف لتلميع سورة حكومة الكاظمي الحالية وتمكينها من ولاية ثانية وانه يرسخ الاحتلال الايرانية وتماديه في التدخل بالشأن العراقي والمنطقة في ظل سيطرة الميليشيات على القرار في العراق نشاهد بداية هذا التقرير مشاهدين الكرام لنضع تحت الضوء اهداف مؤتمر الدول الجوار الذي انعقد في بغداد وكذلك نصلط الضوء على دلالاته ودلالات توقيته كل معا في العراق منذ عام 2003 من خلال المؤتمرات الدولية والزيارات الاقليمية ان تطفي على نفسها شيئا من الشرعية في وقت يعيش فيه العراق اوضاعا سياسية واقتصادية مزرية وسط رفض شعبي لتلك الحكومات واحزابها الفاسدة في ظل هذه الاجواء انعقد مؤتمر دول الجوار في بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية وغير العربية والمنظمات الاقليمية لبحث ملفات سياسية وامنية وشراكات اقتصادية مراقبون قللوا من اهمية المؤتمر واعتبروه امتدادا لمؤتمرات سابقة لم تنفذ ايا من قراراتها نتيجة للصراعات الداخلية وغياب السيادة الوطنية للعراق المشاركون في المؤتمر دعوا الى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية وجعله ساحة للنزاعات والحروب مع ان المؤتمر يعقد في وقت تهيمن فيه ايران وميليشياتها على العراق ومقدراته فيما تعجز حكومة الكاظمي عن الحد من هذه الهيمنة وسط توترات وتساؤلات لدول الخليج العربي حول ما اذا كان العراق سيكون دولة مستقلة ام سيبقى تحت النفوذ الايراني بحسب مجلة نيوزويك الامريكية فيما رأى امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان التوترات الاقليمية اضرت بالعراق وانه انا الاوان لان تمحى الطائفية من قاموس المنطقة داعيا الى دعم وجود عراق مستقر وذي سيادة ومنع التدخل في شؤونه الداخلية البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق لم يتمخض عنه اي اعلان لقرارات تهم مصير العراقيين وازمتهم المستمرة بل وصفته هيئة علماء المسلمين في العراق بانه لقاء يهدف لتلميع صورة حكومة الكاظم الحالية وتمكينها من ولاية ثانية ولفتت الهيئة الى انها كانت وما زالت داعمة لكل الجهود الدولية والعربية الساعية الى اخراج العراق من واقعه المأساوي وانهاء الاحتلال الامريكي له وتخليصه من مخالب النظام الايراني الا ان هذا المؤتمر لن يحقق شيئا من ذلك بل يعزز من فرص ترسيخ الاحتلال الايراني للعراق وتماديه في التدخل بشؤون دول المنطقة في ظل سيطرة الميليشيات على القرار في العراق ارحب بضيوفي في هذه الحلقة ضيفي في الاستوديو الاستاذ الشاهو القراداغي الباحث في الشأن العراقي مرحبا بك معنا استاذ الشاهو وارحب ايضا بالاستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي للعدالة ينضم معنا عبرة سكايف من جينيف استاذ ناجي مرحبا بك اهلا وسلم اهلا بكم رضيوفي الكريمين ابدأ معك استاذ شاهو يعني تبعت المؤتمر وانعقاده ومجرئيته يعني هل ترى الازمات المتراكمة لمدة 18 سنة في العراق منذ احتلاله يمكن حلها في هذا المؤتمر الذي انعقد اليوم الواحد تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام والضيف الكريم حقيقة الامور الرئيسية التي تم التركيز عليها في هذا المؤتمر وغيرها من المؤتمرات هي اخراج العراق من الصراعات الجارية وايضا ابعاده وعدم تحويله الى ساحة الصراعات والتأكيد على اجراء الانتخابات بصورة نزيهة وايصال صوت المواطنين الى صناع الرأي وصناع القرار في العراق ولكن للأسف هذا المؤتمر وايضا المؤتمرات السابقة وخاصة كانت مؤتمرات سياسية او مؤتمرات فيما يتعلق بالاغاثة وفيما يتعلق باعادة الاعمار لا تجد لها اثار بعد اسبوع من المؤتمر يعني الان نرى ان حل حكومة العراقية علنت ان هناك لجان سوف تتابع اعمال المؤتمر ولكن المشكلة الرئيسية هي في تحويل هذه الشعارات التي تطلق في هذه المؤتمرات الى افعال على ارض الواقع وخاصة اننا نعلم ان الاطراف السياسية العراقية التي شاركت في هذه المؤتمر ودعمته وتريد تأييده هي نفسها هي الاطراف السياسية التي مسؤولة عن ما يجري في العراق سواء من خراب او من تزوير في الانتخابات او تراعب بنتيج الانتخابات او بالقمع الاخير الذي حصل او باختيال الناشطين وهذه الاحزاب هي التي لديها اذرع مسلحة وليس المواطن العراقي مسؤول عن هذا الخراب اذا كيف تدعم هذه الاطراف دولة مستقلة وطنية قادرة على عدارة شؤونه دون تدخلات خارجية وبالتالي لا يمكن التعويل كثيرا عليها وانا اذا نظرنا الى تصريحات الدول التي شاركت اغلب الدول التي شاركت واكدت دعم العراق نرى ان الكرة تأتي الى الملعب الحكومة العراقية والدولة العراقية هل هي قادرة على تحويل هذه الافكار والبرامج الى حقائق على ارض الواقع هل هي تستطيع ان تتعامل كدولة ان تحل موضوع الميليشيات يعني الان يجب ان نشكر الميليشيات انها سمحت لالقمة ان تجري في هذا اليوم ولم تنطر سماء بغداد بالصواريخ هل هذا يعقل؟ يعني الميليشيات هي التي سمحت بذلك وإلا كانت تستطيع ان تقصف والحكومة العراقية الى الان لم تعالج هذا الملف اذا هناك ازمات متراكمة الفساد متجذر الفوضى متجذرة الميليشيات والسلاح المنفلد هذه الامور لا يمكن ان نتخلص منها من خلال مؤتمر ليوم واحد فقط بل هذا يتطلب ارادة وطنية وعمل طويل المدى وايضا ارادة قادرة على الخروج من تأثير والاملاءات الخارجية التي تريد اضعاف هذا البلد اكثر وبالتالي ارادة وطنية قادرة على تحويل هذه الشعارات الى افعال الارض الواقع الى الان لم تتشكل هذه الارادة للأسف وبالتالي سواء هذا المؤتمر او غيرها من المؤتمرات اذا لم تجد ادارة حقيقية عراقية قادرة على ادارة البلد دون وجود اي فرض للاملاءات الخارجية فانها ستبقى شعارات ومحاولات لتلميع الواقع الموجود وايضا لتلميع بعض الاطراف السياسية التي تريد ان تظهر البلاد كأنها مستقلة وامنة ومستقرة الا انها لم تعالج الى الان موضوع السلاح المنفلد الذي في اي وقت كانت هناك اوامر ايرانية تشعل البلاد تشعل بغداد تشعل اربيل ايضا كما رأينا القصف الذي امتد الى اربيل ايضا مع اي اوامر ايرانية خارجية هذه الميليشيات تتحرك ما دام هذا الامر موجود لا يمكن ان نتحدث عن دولة ذات سيادة مستقلة قادرة على ادارة البلد والاعمار مجددا والبناء وتحقيق هذه الشعارات التي جاءت في هذا المؤتمر نحن استاذ ناجي حراج المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي للعدالة مرحبا بك مرة اخرى اجتماع رسميا سمي بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ولكن طبعا السلطات وصفت ايضا هذه القمة بانها قمة تاريخية يعني يا ترى النتائج التي جاء او المخرجات هذا المؤتمر هل ترى انك متقاربة لهذا المعنى انها قمة تاريخية هل تستطيع ان تغير شيئا في المعادلات في المعادلة الاقليمية في المنطقة كيف نظرت الى مجريات هذا المؤتمر مهلا بكم احييكم وحيي ضيفكم الكريم والمشاهدين يعني مستقر فضل الضيف يعني هناك قضايا كثيرة في العراق حدثت خلال 18 سنة الماضية مشاكل كبيرة جدا وعميقة جدا وهي متشاهدة من غير المعقولة ان يأتي مؤتمر اليوم واحد ويحل هذه المشاكل لو استطاع المؤتمر حلها لكان فعلا مؤتمرا تاريخيا لو استطاع المؤتمر ان يضع خالط الطريق واضح جدا لكي يخرج العراق من نحنته الحالية ومن الوضع الحالي الذي فيه لكنا وصفنا المؤتمر بانه تاريخي الحقيقة لا يوجد شيء يعني في مخرجات المؤتمر وفي نتائجه وفي ما تمخض عنه وما ممكن ان يتمخض ممكن يدلنا على ان هذا المؤتمر هو مؤتمر تاريخي او حتى مؤتمر مهم يعني المؤتمر كيف ستنفذ لو هنالك كانت قرارات ان كانت هناك قرارات لا توجد مرجعية للمؤتمر ما هي مضلة المؤتمر يعني لا هو مؤتمر جامعة عربية بحيث تكون هناك متابعة من الامانة العامة للجامعة العربية لتنفيذي ولا هو مؤتمر منظمة مؤتمر اسلامي وايضا هناك متابعة تكون او هو مؤتمر امم المتحدة مؤتمر هجين يعني حتى تجمع فرنسا بايران بمصر بالامارات بقطر شيء يعني ليس هناك اساس يعني حتى هذه الدول لو كانت هناك علاقات مميزة بين هذه الدول بحيث جاءت واجتمعت وتنوي اتخاذ خطوات معينة لمساعدة العراق ربما نقول يعني لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل هناك كلمات جميلة نعم أنا تحدث عن ذلك سابقا هناك اشهد بالعراق وبشعب العراق وهذا شيء جميل ورائع لكن غير ذلك لا يوجد شيء يعني وإلا كيف سيستطيع تستطيع مصر أو الامارات الزام ايران بعدم التدخل بشعب العراق مثلا هذا شيء مهم لا تستطيع هذه الدول ليس هناك صدوة لهذه الدول يعني لا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية سياسية ولا من ناحية العلاقات أن تستطيع هذه الدول مثلا ولا حتى بفرنسة الزام ايران بكف يدها عن العراق الزامها بعدم التدخل بشعب العراق الزامها بأن تسحب ميليشياتها وترجم ميليشياتها هذا أمر يحتاج إلى مظلة أخرى خارج الإقليم حتى يعني يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي طالما أن العراق موضوع على أجندة مجلس الأمن الدولي وهناك مرات كل عدة أشهر يجب أن إذا أراد أحد أن يساعد العراق فيجب أن يكون المخرج من هناك بقرار ملزم لإيران مثلا فيما يتعلق بتدخلاتها الخارجية نعم ابقى معي أستاذ ناجي سأعود إليك مرة أخرى أستاذ شاهو أغلب الدول أكدت على دعم العراق إلا كلمة وزير الخارجية الإيراني يعني يصفها البعض أنها اختلفت أو شذت عن الفكرة إذا كان المؤتمر بحسب ما وصفه الأستاذ ناجي هو مؤتمر هاجيل ليس له مظلة ترى يعني ما قيمة ما تحدث به وزير الخارجية الإيراني أو ما قيمة ما اختلف به عن الحضور طبعا نحن تابعنا تصريحات أغلب الدول التي كانت موجودة وفعلا كان هناك إشادة بالشعب العراقي وأيضا دعوة إلى إبعاد العراق عن المشاكل وإبعاده عن عدم تحويله إلى ساحة للصراعات بين الدول الإقليمية والدولية وأيضا التأكيد على انتخابات نازيها إلا كلمة وزير الخارجية الإيراني رأيناها أنها نسفت فكرة المؤتمر يعني كان يجب أن يكون أصلا تنبيه لوزير الخارجية الإيراني وتصعيه لكلماته لأنه بدل أن يؤكد على فكرة المؤتمر الذي تم الإعلان عنه وهي إبعادة العراق عن الصراعات بدأ من جديد الحديث عن مشاكله مع أمريكا وكيف يجب أن تخرج من المنطقة وكيف يجب أن يتم إخراج أي قوة إجنبية داخل العراق وكأنه وصي على العراق وهذا التدخل فض في الشؤون العراقية لأنه إذا أنت تعتبر هذه الدولة دولة ذات سيادة فكيف تتدخل في شؤونها مسألة إخراج وبقاء القوات الأمريكية يجب أن تكون عائدة إلى هذه الحكومة ولكن الطرف الإيراني في هذا المؤتمر أكد أن هذا الأمر يتعلق بإيران وفي رسالة ضمنية مدام أنها ترفض بقاء القوات الأمريكية في العراق إذن أنها سوف تحول العراق إلى ساحة صراع وليس لديها مشكلة مع هذا الأمر وهذا الفكرة تحويل العراق إلى ساحة الصراع هي فكرة متضادة لفكرة القمة قمة بغداد التي تريد إبعاد العراق عن الصراعات وبالتالي الطرف الإيراني للأسف نسف كل الجهود وأيضا حاول أن يؤكد لكل الحاضرين أن الإيرانيين أو الطرف الإيراني ينظر إلى العراق كمحافظة إيرانية وبالتالي لا يحترم سيادته ومن المؤكد أنها تتمسك بالميليشيات والوكلاء التي لديها داخل العراق حتى تحركهم بخصوص هذا الملف وأيضا تواجه بهم الطرف الأمريكي أستاذ شاهو النقطة التي تحدث بها الأستاذ ناجي عن أنها ليس لهذا المؤتمر أي مظلة ترى لماذا اختير العراق لتنظيم أو لاستضافة هذا المؤتمر لماذا العراق تحديدا؟ بلا شك أن هناك عدة أهداف من الذي اختاره أصلا؟ هناك عدة أهداف لهذا الأمر نحن رأينا نقاشات هامشية حصلت داخل المؤتمر قد يكون الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو ترتيب هذه اللقاءات لها هامشية داخل المؤتمر وقد تكون أيضا محاولة لدعم الحكومة الحالية وخاصة أننا على مشارف الانتخابات وتسجيله كنقطة إنجاز للحكومة الحالية بأنها قادرة على أن تجمع كل المتضادين في المنطقة مع بعض على طاولة واحدة على الرغم من أن لم يشهد أي تطور في المواقف وخاصة أننا الطرف الذي يتحمل الكثير من المشاكل داخل العراق هو الطرف الإيراني وإذا كان مصرا على سياساته السابقة فإننا بالتأكيد لن نشهد أي تطور في خاصة وخاصة فيما يتعلق بالملف العراقي وبالتالي قد يكون هناك عدة أهداف لأطراف أخرى غير العراق هنا الموضوع الرئيسي قد يكون هناك عدة أهداف لهذه القمة لأطراف غارجية غير الطرف العراقي وخاصة إذا تحدثنا عن النقطة الأولى أن المشاكل العراق لا يمكن معالجتها عن طريق جلسة ليوم الواحد وبالتالي حتى لو كان هناك تفاهمات مشتركة بين هذه القوى لا أعتقد أن العراق قادر على تحويله إلى حقائق على أرض الواقع وخاصة إذا كان الطرف الإيراني أثبت في هذا المؤتمر من خلال تصريحات وزير الخارجية أنه لا يحترم الحكومة العراقية إذا كان مصرا على تحويل العراق إلى صاحة الصراع وبالتالي كيف يمكن التعويل على هذا المؤتمر؟ في هذه نقطة أستاذ شهو فقط أسمح لي أن أنتقل لأستاذ ناجي حراج من ناحية القانونية أستاذ ناجي حراج وحضرتكم المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي للعدالة وفق القانون الدولي هل يصح دوليا إقامة مؤتمر في بلد تحكمه الميليشيات؟ لا تحتكم هذه الميليشيات إلى القانون حتى أن البعض وصف وقال بأن الميليشيات دائما ما تستهدف هكذا مؤتمرات في حال لو لم تشارك إيران فعليا فيه لذلك لم تحصل مشاكل في العراق من الناحية القانونية ما مدى قانونية هذا المؤتمر إذا كان المجتمع الدولي يحضر أو يشارك في هذا المؤتمر في ظل يعني إن صح التعبير رعاية ميليشيوية يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن المجتمع الدولي شارك في المؤتمر يعني مع كل التقدير للدول التي حضرت لكن هذه الدول بالتأكيد لا تمثل المجتمع الدولي ثم المؤتمر كما قلت يعني لم ينعقد في إطار دولي أو إقليمي معين يعني هو ليس مؤتمر أمم المتحدة ليس مؤتمر الجامعة العربية ليس مؤتمر مؤتمر الإسلام يعني منظمات دولية أو إقليمية لكن شاركوا أيضا هم يعني الجامعة العربية أيضا شاركت نعم لكن المشاركة لا تعني أن هذا هو مؤتمر الجامعة الجامعة العربية ليست هي من سيتابع مع المؤتمر هذا ليس مؤتمر جانب يعني شارك بشكل شرفي أو بطريقة أخرى فلذلك هذا المؤتمر هو ليس مؤتمرا دولية لا يقع ضمن المؤتمرات الدولية التي توجد شروط معينة وضرورة النظر إلى الظروف التي بها بلد معين قبل عقد المؤتمر بحيث يكون هناك توافق دولي على اختيار الدولة المعنية يعني النظر إلى القضايا السياسية والنظر إلى القضايا المعنية دائما في العاصمة برداد وبالتالي لا ينطبق على هذا الشيء هذا المؤتمر أنا كما وصفته مؤتمر هجين وكما أشار ضيفكم هو عقد بضبوط معينة وبسبب معين ولتحقيق أهداف معينة يعني ربما كان ما حدثت في أفغانستان عامل مهم في أن تدفع بعض الأطراف قد تكون إدارة أمريكية من خلال فرنسا وغير في أن يُعقد هذا المؤتمر بسرعة لمساعدة الحكومة العراقية لأن القول أن هناك نجاح تحقق بعض الحكومة والحقيقة يعني لا يوجد كما قلنا أي نجاح يعني العراق للأسف الشديد سياسياً أمنياً اقتصادياً صحياً تعليمياً يسير من سيء إلى أسوأ وبالتالي لا يمكن أن يقدم مؤتمر حلول ونحن قدنا يعني في مركز جينيب الدولة العدالة بعد أن ناقشنا كل أوضاع الانتهاكات في العراق وقضايا حقوق الإنسان وما يمر به الشعر العراقي نحن أكدنا أكثر من مرة داخل الممتحدة أنه لا يمكن للوضع العراقي أن يستقيم بهذه العمليات التجميلية وما يتحدث به البعض عن إصلاحات لا بد من تغيير جذري في النظام المحاصص الطائفية القائم في العراق لأنه ضد مبادئ الأمم المتحدة وضد مبادئ حقوق الإنسان وضد كل المعايير الدولية فيما يتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد وكل ذلك طريقة صياغة النظام الموجود في العراق طريقة تشكيل هذا النظام بحيث أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الأنصر الفلاني رئيس الوزراء يجب أن يكون من طائفة رئيس البرلمان يجب أن يكون من طائفة هذا ضد المبادئ الدولية وضد مبادئ البيمقراطية التي يتغنون بها وبالتالي ضد أيضا مبادئ حقوق الإنسان نظام لا أساس له وهو أيضا نظام هجين بالمناسبة لا أساس له حقيقة في التجارة الدولية وهو نظام يفشل باستمرار يعني أثبت بدرجة أساسية فشلة وهناك رئي عام عراقي عارم لحظناه في المظاهرات وغيرها أن هذا النظام انتهى شعبيا لم يعد له أي مقبولية شعبية فعملية السعي من بعض الدول لبث الروح في هذا النظام لن تجدي نفعاً لن تجدي نفعاً بالتالي يجب أن يكون هناك عمل على مساعدة الشام العراقي من التخلص من نظام المحاصصة الطائفية الفاسد والذي ارتكب انتهاء كالجسيمة لحقوق الإنسان نعم سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ ناجي إذن مشاهدين الكرام يتابع سوياً هذا التقرير عن المؤتمر الذي انعقد في بغداية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتابعنا سوياً هذا التقرير المصور عن مؤتمر بغداد ومؤتمر بغداد الكثير من العراقيين نتسألون ماذا سيقدم هذا المؤتمر للشعب العراقي الشعب الذي لطالما عانى من ويلات الاحتلال إلى حد هذه اللحظة ومن ملفات الفساد للحكومات المتعاقبة منذ 18 سنة ساد شاغو مشكلة العراق الحقيقية هي في نظامه السياسي مثل ما يرى محللون سياسيون نظام سياسي قائم على المحاصصة العراق يشكو من ملفات الجمة يشكو من ملف الفساد ملف كبير جداً يشكو من ملف المهجرين يشكو من ملف الاعتقالات والتغييب القصري الكثير من المشاكل داخل العراق يشكو من الحرائق أيضاً يشكو من استهداف اقتصاده يشكو من استهداف واقعه الصحي يعني الكثير من المشاكل كيف يمكن لحكومة في عراق حكومة القاضمية أن تكون وسيطاً تلعب دور الوسيط لحل لتقديم الحلول لملفات المنطقة والبعض يصفها أنها موالية إلى إيران تماماً هل ممكن أن يلعب أو تلعب حكومة القاضمية دور الوسيط وهي يعني تعاني من مشاكل جمع طبعاً هذه التساؤلات مشروعة على الرغم من أن الأجواء التي رآها المواطن العراقي على الأقل شعر بأن دولته يستطيع أن يرتب هذا المؤتمر ويحضر قادة دول عربية لم يحضروا سابقاً إلى العراقي بسبب الأوضاع الأمنية وشعر بالفرح ولكن عندما تنظر إلى النتائج والمخرجات هنا يشعر المواطن باليأس للأسف هذا التساؤل مشروع جداً هل الحكومة العراقية قادرة على لعب دور الوسيط فعلاً أم هي مجموعة من الهالة الإعلامية والترويج الإعلامي والتسويق لهذه الحكومة نحن نتعامل مع حكومة عاجزة عن المعالجة ملف مهم وهي ملف الميليشيات قياد ميليشيائي يهدد بقطع أذني رئيس الوزراء وعلى الرغم من ذلك لا يتم ملاحقته ولا محاسبته ولا معاقبته من قبل هذه الحكومة ومن قبل الأجهزة الأمنية والقضاء ماذا يعني هذا؟ يعني أن عوامل اللا الدولة أقوى من عامل الدولة وهنا الحالة المنحرفة التي لو حصلت في أي دولة في العالم لا أضعفت وانفكت ويعني أصبحت هذه الدولة من الدولة الهشة والفاسدة والفاشلة حسب المعيار الدولي لأنه لا يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى غير الدولة أقوى من الدولة هذا أولاً ثانياً نحن نتعامل مع حكومة إلى الآن لا تستطيع أن تخرج عن التأثير والنفوذ الإيراني يعني إلى الآن الجانب الإيراني عندما يتحدث عن محوره محور المقاومة يقول إيران العراق سوريا لبنان اليمن يعتبرهم محور واحد وبالتالي لا يقول أن هذه دول دول مستقلة ودول لديها سيادة مقابل هذه التصريحات الإيرانية لا نرى رد عراقي تقول بأننا دولة مستقلة ودولة صاحبة سيادة ولا نخضع للتأثيرات الإيرانية وبالتالي هناك تأكيد لما يقوله الطرف الإيراني وأيضا الطرف الإيراني لم يتدخل بنفسه بشكل مباشر لديه وكلاء داخل العراق يديرون هذا المشهد الأمني والعسكري وأيضا ينفذون تعليماته داخل العراق ومتى ما أرادت أن تصاعد تصاعد وزير الخارجي العراقي الحالي فوات حسين أكد مرة أنهم طلبوا من الإيرانيين أن يتدخلوا لإيقاف قصف منطقة الخضراء تصور أن وزير الخارجي العراقي يطلب من دولة خارجية أن تتدخل لإيقاف قصف منطقة الخضراء في عاصمة العراقية بغداد وهذا أتراف واضح من قبل هذا الوزير بأن الطرف الإيراني هي المسؤولة أو تتحمل مسؤولية هذا القصف الذي يحصل إذا كانت هناك حكومة بهذا الحجم لا تستطيع أن تتعامل مع هذه الأدوات البسيطة الميليشيات البسيطة التي لو كان هناك حكومة قوية في العراق لتم التخلص منهم خلال أقل من 24 ساعة يعني هؤلاء عوامل لا دولة عصابات منفلتة وميليشيات ولكن بسبب ضعف الحكومة لم تستطع معالجة هذا الملف كيف تستطيع أن توفر جو من الثقة المتبادلة بين القوى الإقليمية حتى تستطيع أن تأتي وتجلس وتتفاهم مع بعضها داخل العراق نحن نعلم أن الدول التي تتأهل لعب دور الوساطة يجب أن تكون دول على الأقل تملك القرار تتمسك بمفاصل القرار داخلها وتكون دول ذات سيادة ولديها سمعة وتستطيع أن تعالج هذه الملفات وخاصة رأينا أن في مفاوضات أمريكا مع طالبان في غيرها من الملفات كانت هناك دول تقوم بإدارة هذا الملف بشكل ناجح بينما العراق أصلا لديه ملفات لم يعالجها إلى الآن ويتم تأجيلها دائما وهي حكومة لا تستطيع أيضا هذا الأمر مهم جدا هل هي حكومة فعلا مستقلة ومحايدة يعني الدولة العراقية الآن يعتبر دولة مستقلة ومحايدة أم ينظر له كأنها دولة مثل سوريا واللبنان واليمن خاضعة للنفوذ الإيراني وبالتالي عندما تكون ضمن محور لن تستطيع أن تلعب دور الوسيط يجب أن تكون وسيطا فعليا حتى تستطيع أن تأتي تمنح الثقة للأطراف المتصارعة وبالتالي حتى الجارب الإيراني أكد أنه لم يحدث أي اختراق للعلاقات السعودية الإيرانية في مؤتمر بغداد يعني كان هناك نفي من قبل الطرف الإيراني بحدوث أي تطور لعلاقاتهم مع المملكة العربية السعودية داخل الأراضي العراقية داخل في مؤتمر بغداد وبالتالي هذه التساؤلات منطقية وهذه الشكوك أيضا منطقية لأن المواطن الفقير المسكين يرى في يومه يرى في يومياته يرى يعني ضعف الدولة مجسد لديه في حياته اليومية فكيف سيقتنع أن هذه الدولة الضعيفة قادرة على أن تلعب هذا الدور المهم الدولي الخطير وبالتالي يحدث لديه هذه التساؤلات ومن حقه أن يكون لديه هذه الشكوك حول دور العراق في لعب هذا الدور المهم أستاذ ناجي وسائل الإعلام صلة تتضع على تصرف وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان من خلال تركه مكانه وأخذه مكان القادة والتقدم مع القادة وأيضا كانت لكم تغريدة أو تغريدة بشأن ذلك وصفتم فيها هذا التصرف بوصف معين هل ترى أن هذا التصرف مقصود إذا كان مقصودا من الرسالة الإيرانية؟ يعني لا أعرف أن كان مقصودا لكن يبدو كذلك لكنه خرق حقيقة وخطأ فروتوكولي كبير جدا يعني هناك قواعد فروتوكولية يجب أن تتبع وهي واجبة لاتباع حقيقة في مثل هذه المؤتمرات والوزير الإيراني كوزير خارجية بالتأكيد يعرف بها يعني هناك أسبقيات هناك وأساء دول ثم من يأتي بعدهم وهكذا وهو من الواضح أنه تسلم خريطة في كل المؤتمرات في كل اجتماعات عادة ما تعطى للضيوف أو لمساعدهم خريطة توضح أماكن سواء جلوسهم في داخل المؤتمر أو عند خلصورة تذكارية أو في دعوات العشاء وغيرها من هالقبيل هذا فبالتالي هو يعرف جيدا ويعرف أن هذه القواعد موجودة منذ فترات طويلة جدا يعني بين الدول يعني هذا القواعد تراكمت خلال القرنين الماضيين وأصبحت واجبة الاتباع وإلا لا تحدث فوضى في كل اجتماع وفي كل مؤتمر إذا كل شخص يترك مكانه ويتقدمه تحدث فوضى وبالتالي أعتقد هو يعني أراد أن يوجه رسالة معينة على أساس على أهمية إيران وغير ذلك لكن بالتأكيد هذه رسالة انعكست سلبيا كثيرا على أن إيران للأسف دولة لا تحترم جيرانها وإيران لا يمكن أن تكون شريك حقيقي في أي عمل إقليمي في المنطقة ثم أن حتى كلمته كانت سيئة جدا أيضا خارجها عن اللياقة يعني نحن لاحظنا بقية الكلمات يعني الكلمة الرائعة التي ألقاها الرئيس المصري كلمة الجنات الملك عبدالله كلمة قطر تغريدات رئيس وزراء الإمارات طريقة الإشادة بها بالشعب العراقي وبالعراق وبتاريخ العراق هو عوضا عن ذلك بدأ يشيد بإيران ودور إيران وكأنما يحمل العراق من نية معينة لدور إيراني هم يتخيلون يعني يتخيلون أن إيران قامت لمساعدة الشعب العراقي وبالحقيقة ساهمت في قتل الشعب العراقي ساهمت في مئات الحالات من قضايا الإخفاء القسري ونحن اليوم هو اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري تتذكر كيف أن ميليشيات الإيران ساهمت في كل هذه الحالات الإخفاء القسري في العراق ساهمت في التهجير يعني حتى فرنسا للرئيس الفرنسي وهو أيضا ساهم كدولة مع أميركا في تدمير الموصل وغيرها عندما زار الموصل كان هناك بيان من الخارجية الإيرانية بوقع جدا تقول للرئيس الفرنسي لولا تضحيات إيران لم استطعت أن تتمشى في الموصل أو تزور الموصل يعني حقيقة موقف يعبر عن عنجهية وعن بلد لا يمكن حقيقة الوثوق به تماما ولا يمكن ربما الوصول إلى حتى تفاهموا هذا الشيء يعني مؤلم جدا أن تبقى إيران تتصرف بهذه الطريقة وبالتالي لا بد من إجراء دولي معين وحازم يضع حد لهذه التدخلات الإيرانية ولموقفها المهدد لجيرانها طبعا كل المواقف الإيرانية للأسف يعني سواء في العراق في لبنان في سوريا في اليمن هذه المواقف يعني أثارت الفوضى في المنطقة وبنفس الوقت أدت كما قلنا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبنفس الوقت يعني أثرت على الأمن والسلام في المنطقة وبالتالي هذا تهديد أيضا بالأمن والسلم الدوليين نعم أستاذ ناجي أستشاغ زيارة البابا للموصل من قبله والآن زيارة ماكرون يعني الدمار في المدينة على الأشهاد الكل ينظر إلى المدينة وهي مدمرة وحتى التصريحات أو البيانات الإيرانية التي تقول بأنه لو لا إيران لما تمكنت من طرد داعش من الموصل وإلى آخره ترى الآن المدينة مدمرة إلى الآن منذ قدوم البابا لم يحصل أي تقدم حتى أن الأضوية التي وضعت لي البابا حينها رفعت يعني الأضوية التي تضيء له في الليل لماذا يتعمد العالم أو المجتمع الدولي على ترك المدينة محطمة إلى الآن ولا يتم إعمارها بينما يتم يعني إقامة المؤتمرات من أجل مناقشة ملفات المنطقة طبعا من منذ 2003 تم إجراء ثلاثة أو أربعة وكثر من مؤتمرات إعادة الإعمار في العراق ولم يخرج أي مؤتمر من هذه المؤتمرات بنتائج ملموسة على أرض الواقع وكان آخره مؤتمر الكويت الذي تم إصدار تعهدات بمساعدة العراق بأكثر من بحدود 30 مليار دولار ولكن المتعهدون لم ينفذوا وعودهم وخاصة أنهم رأوا أن الأطراف الداخلية المحلية ليست أهلا للثقة الآن نتحدث عن ملف الموصل طبعا هذا الملف مهم وخاصة أن منذ تحرير مدينة الموصل ونحن نسمع عن دعوات ووعود وتعهدات بإعادة إعمار هذه المدينة ولكن إلى الآن أنا شخصيا يصليني أحيانا صور يعني مؤلبة وإلى الآن جثث داخل المنازل الكثير من المناطق المدمرة هناك الكثير من الصحفيين وناشطين يرسلون لنا مشاهد كأن الحرب انتهت بالأمس أو لا زالت الحرب موجودة زيارة البابا سلطت الضوء على المدينة والدمار الموجود وزيارة ماكرون أيضا سلطت الضوء عليه وماكرون أيضا تعهد بإعادة إعمار المدينة وأيضا بعض دور العبادة ولكن هذه التصريحات والوعود يعني آثار هذه التصريحات والوعود ينتهي بعد إطلاقها يعني لا يوجد متابعة دقيقة لهذه التصريحات وتحويلها إلى برامج على أرض الواقع الحكومة أنا برأيي الحكومة العراقية هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري لأنه حتى الأطراف الدولية إذا لم تشهد أن هناك حكومة قادرة على إدارة هذا الملف ملف إعادة الإعمار وأن هناك ملفات اختلاسات كبيرة يعني نحن نسمع عن اختلاسات حصلت والسرقات حصلت في ملف خيم النازحين هناك السياسيين أصبحوا من حاب الملايين الدولارات على حساب النازح المسكين الذي لا يجد خيمة له وبالتالي هذا الملف أيضا ملف إعادة إعمار الموصل في ظل غياب السياسي أو في ظل غياب الإدارة السليمة القادرة على جلب المساعدات الدولية وتحويلها إلى مشاريع وصرفها بالطريقة الصحيحة فالعالم أو المنظمات الدولية وخاصة الإغاثية سوف تتردد في تقديم المساعدة للعراق وخاصة في هذا الملف نعم أنها متواطئة وقد لا تتعامل بشكل جديد مع هذا الأمر ولكن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق المسؤولين داخل العراق الذين أعطوا صورة سلبية جدا للخارج وخاصة بعد ما جرى بعد داعش والدمار الذي حصل بعد أن وصل الكثير من المساعدات ولكن لم تصل إلى أياد الناس ولم يعمر أي شيء بل ذهب إلى أرصدة زادت من أرصدة الفاسدين على حساب الفقراء والمساكن من المؤكد أن العالم يرى هذا الأمر والمنظمات الإقليمية والدولية أيضا ترى هذه الحقائق ترى أن الأياد أو صناع القرار داخل العراق ليس أهلا للمسؤولية في هذه النقطة أسمح لي أن ننتقل إلى أستاذ ناجي أستاذ ناجي المجتمع الدولي العالم كله ينظر ما يجري في العراق لا إعمار لا إعادة إعمار ملفات الفساد ملفات كبيرة وعظيمة منها ملفات الفساد التي تخص المساعدات للنازحين هناك الملايين من الدولارات تصرف على الدعايات الانتخابية هناك أموال تتجه إلى جيوب الفاسدين المتنفدين في العراق ولكن هذا المؤتمر الذي انعقد ألا تران أنه جاء تلميعا لصورة الكاظمي يعني مع اقتراب الانتخابات نعم وبالتأكيد فيه شيء من هذا القبيل بالتأكيد يعني ربما هناك أكثر من هدف للمؤتمر وهي أهداف يعني هذه الأهداف القريبة لكن أعتقد أنه واحد من هذه الأهداف هو تلميع صورة الكاظمي ودعمه للانتخابات القادمة وإلا يعني لكنه هذا يعني فيه تقديلي لا ينطلع على أحد لأنه عمليات الفساد في العراق عدا عن الانتهاكات التي أشرت إليها الفساد في العراق يعني الآن العراق هو من أكثر الدول في مستوى الفساد في العالم حسب التقارير الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية وهذا مؤشر ومعروف على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهناك كثير من المنظمات يعني قد يكون هناك من بطريقة بخرى يتساير مع هذا الفساد لكن هناك أيضا منظمات تمتنع بسبب الفساد ثم أيضا هناك امتنع يعني وقد أشار ضيقكم إلى هذا يعني هناك فيما يتعلق بالاستثمار في العراق الاستثمار في العراق هناك جهات كثيرة تمتنع عن موضوع الاستثمار في العراق عندما ترى فيما يتعلق بالفساد وطلب أن تكون هناك حصص معينة من المشاريع للمسؤولين القائمين حاليا الموجودين في نظام الحكم إضافة إلى الوضع الأمني وبالتالي هناك الكثير من المشاريع التي لا يمكن تنفيذها بالعراق لأنه يتزامن الفساد مع التهديد الأمني المتواصل وفي النهاية الخاسر هو الشعب العراقي يعني هذا نحن ما نطالب به دائما أن يلتفت المجتمع الدولي إلى احتياجات الشعب العراقي إلى ما يطلبه الشعب العراقي وبالتالي يجب أن يتخذ إجراءات لضمان أن تستمر أو أن تكون هناك عملية تغيير للواقع القائم وإلا لا يمكن أن يستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية عملية الانتهاكات والفساد وعدم تنفيذ أي من المطالبات التي ذهب ضحيتها الآلاف من المتظاهرين وهم يطالبون بحقوق أساسية لم تنفذ لحد الآن ولا يوجد هناك أي توجه جدي لداء السلطات العراقية في تنفيذها نعم أستاذ ناجي أستاذ شاهو هناك مثلا القيمة التي ذكرت في المؤتمر على لسان وزير الخارجية الإيراني أمير عبدالله عندما ذكر 300 مليار دولار قيمة الميزان التجاري بين العراق وإيران تم التصحيح من قبل الحكومة في العراق وهناك إشارات في اليد كانت موجودة والتصحيح من 300 مليار إلى 13 مليار دولار كيف تفسر لنا هذه الإشارات التي الكل شاهدها في المؤتمر وهذه الأرقام يبدو أن الجميع شعر بأن حتى لو كان وزير الخارجية الإيراني حاول أن يستعرض خطابه باللغة العربية وكأنه يعطي رسائل بأنه قريب من العراقيين إلا أنه أخطأ في هذا الأمر أيضا وأعطى رقما يعني وسائل الإعلام كثيرة حتى داخلية وخارجية نشرت الرقم الأول 300 مليار دولار رغم أنه شيء لا يعقل وبعدها تم التصحيح له بأنه قد لا يدري أو كأنه خطأ غير مقصود أو كأنه لا يعرف اللغة العربية وبالتالي أطلق هذا الرقم ولكن الحقيقي الجميع يعلم أن هذا الرقم خرافي ولا يمكن أن تكون مستوى التبادل التجاري رغم أنه ليس تبادلا تجاريا هو مجرد إرسال البضايع والمنتجات الإيرانية إلى العراق وتحويل العراق إلى السوق للسلحة الإيرانية نعم ليس تبادل يعني ماذا يرسل العراق لإيران إغراق السوق العراقية بالبضايع الإيرانية تماما واحتكار السوق لصالح الطرف الإيراني وبالتالي هذا الأمر أيضا إذا حسبنا الأخطاء الطرف الإيراني في هذا المؤتمر سواء كان متعمدا أو غير متعمد في خطاباتي هناك خطأ في وقوفي هناك خطأ وأيضا في إطلاق الأرقام هناك خطأ وبالتالي كلها أخطأ واضح ساشة في دقيقة لو سمحت يعني كما تعلم أن النظام المحاصصة هناك ثورة ثورة تشرين انطلقت تطالب بإسقاط نظام المحاصصة طالبت بإسقاط الحكومات التي لم تقدم شيئا للعراقيين يعني ليس هناك أي شيء في العراق بدأ الشباب يهاجر من العراق هناك يعني ويلات يعانون منها الآن مع هذا المؤتمر الذي وصفه الأستاذ الناجي بأنه يعني يلمع نظام المحاصصة ربما والعملية السياسية ماذا قدم هذا المؤتمر أو ماذا سيقدم للعراقيين هذا المؤتمر قدم مجموعة من الشعارات الجميلة البراقة للعراقيين يعني قلنا أنه لا يستطيع أن يقدم شيئا على أرض الواقع لأن الأزمات والمشاكل متجذرة ويحتاج إلى إرادة وطنية يعني العالم لا يستطيع أن يفعل لك كل شيء إذا أنت لم تكن أهلا لهذا الأمر وأهلا لتحمل المسؤولية وبتالي هذه الشعارات تخدر المواطن العراقي يحب أن يراها على أرض الواقع ولكن هل سيتحقق هذا الأمر؟ هنا التحدي الحقيقي الذي يقع على عاتق الحكومة العراقية وأيضا المجتمع الدولي والأطراف التي شاركت في المؤتمر شكرا لك الأستاذ الشاغو القرداغي الباحث في الشعار العراقي ضيفي في الأستوديو ونشكركم شكرا جزيلا الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي للعدالة كنت معنا إبراسكايت من جينيف شكرا لكم أستاذ ناجي في القتام مشاهد الكرام تقبلوا مني أطيب تحية توافيا مارلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر